بعد مرور قرن على انتهاء الحرب العالمية الأولى جاء هذا المعرض ليختزل عوالم مجهولة من تلك الفترة المظلمة صور متنوعة تبرز للأوروبيين كيفية انتقال موسيقى الجاز عقب الجنود أمريكيين من أصل أفريقي قدموا إلى أوروبا خلال فترة الحرب في إطار المساعدة الأمريكية للحلفاء بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى جاء هذا المعرض واخترنا له اسم الحرب وموسيقى الجاز ويظهر وصول الجنود الأمريكيين من أصل أفريقي إلى فرنسا وبريتانيا وليس لدورهم القتالي إنما لتقديم المساعدة في أمور أخرى مثل الطبخ وغيره ولكن كانت بحوزتهم آلات موسيقية وعزفوا موسيقاهم الجديدة وهي الجاز المعرض يظهر التأثير الثقافي للحروب الصور المعروضة أعادت للحياة مشاهد الجنود الذين لم يكن مسموحا لهم وقتها بحمل السلاح وشكلوا حينها بعد إدماجهم مع الجنود الآخرين فرقة موسيقية مشتركة كما استحضرت الصور جوانب لم تكن معروفة لدى زوار المعرض لم يكن لدي أي معرفة من قبل بأن موسيقى الجاز وصلت أوروبا عبر الجنود الأمريكيين من أصل أفريقي ولكن هذا المعرض عرفني معلومات جديدة حول تاريخ الموسيقى في أوروبا إنه أمر جيد وهم من المثير الاهتمام أن نرى أنه خلال فترة الحرب وهي لحظة صعبة في تاريخنا يمكن أن يكون للموسيقى مكان رغم التباين الواضح فالحرب تعني القتال والموسيقى تعني الفرح والابتهاج معرض أظهر دور الجنود الأمريكيين في تعريف أوروبا بنمط موسيقي جديد بات له رواد نجوم في أوروبا اليوم الأمر الذي يعد من وجهة نظر البعض من المراقبين دليلا واضحا على إمكانية تحقيق التبادل الثقافي حتى في وقت الحروب المعرض يقام في مركز جيوبولس الثقافي في بروكسل والذي سبق أن استضاف عدة معارض ركزت على موضوع الهجرة وتدعياتها الثقافية خاصة أن بروكسل معروفة بالتنوع والتعدد الثقافي لسكانها عبدالله مصطفى الحرة بروكسل ترجمة نانسي قنقر